في البداية أن أفتح قوس معكم دكتور نجمي عن هذا الموضوع الذي يشغل بالرأي العام في الواقع هذين اليومين أطباء القطاع العام ملف هذه الاستقالات الجماعية التي تم إعلانها مؤخرا في الـ 24 ساعة الأخيرة تقريبا في الدار البيضاء في غير الدار البيضاء أيضا في مدن أخرى هناك العشرات من الاستقالات الجماعية التي قيل بأنها ستأخذ مجرها الفعلي ما واقع هذا الأمر في الواقع؟ أولا شكرا على الاستضافة وتحية طيبة للزميلات والزملاء وجميع مهني الصحة وتحية طيبة المشاهد الكريم بعجالة فيما يخص هذا الموضوع دي الاستقالات الجماعية نريد أن أكد أنه من ناحية القانونية ومن ناحية الإدارية لا يوجد شيء حاجة اسمتها استقالة جماعية الاستقالة هي واحد الإجراء شخصي يقوم الموظف كيفما كان القطاع يتقديم استقالته شخصيا وفي الحال طريقة تلاتبية تتم دراستها الاستقالة ويتم قبولها أو رفضها من طرف الوزارة هذه الاستقالة الجماعية التي أقدم عليها مجموعة من زميلات والزملاء في بعض الجهات نحن بالنسبة لنا نداء استيغاثة يعني هذه الزملاء عندهم بعض المطالب تفضلون هذه القراءة الاجتماعية؟ أنا بالنسبة لي قراءة اجتماعية محضة نداء استيغاثة كان واحد مجموعة من المطالب فيها التي تنشوفها مشروعة فيها طبيعة تحلي فيها نقاش كان حوار مع الوزارة كانوا ثلاثة اجتماعات على الأقل في رأسهم سيد الوزير اجتماع الأخير هذه بضعة أيام واحد مجموعة دي المطالب اللي علموا الساوى الوزارة تمت الاستيجابة لهم ما يخص مثلا فتح باب المباراة دي الإقامة بدون شروط زيادة في المناصب المالية دي الإقامة وهنا نعطي رقم 2017 تقريبا 125 منصب 425 منصب في هذا 2018 وان شاء الله سنطمحوا أن تكون أكثر في 2019 زيادة تقريبا ثلاثة المرات كان إجراء على مستوى الوزارة فيما يخص تعويضات على الحراسة وعلى الإلزامية وكان مطالب أخرى بالنسبة لهذا المطالب الأخرى والعلمين ضمنها هذا المسألة الرقم الاستدلالي تغيير الرقم الاستدلالي هل هذا الملف في طريقه إلى الحل سيتم تغيير الرقم الاستدلالي لهذه الفئة أعطينا خبر حصري لميديانتبي الخبر الحصري اللي نقدر نقول هو أنه من ناحية المبدئية يعني نقول بأنه خاص يكون واحد يعني تتمين من العمل التي يقوم به طبيب أو طبيبة لأنه هذا عمل نبيل وخاص يعني ندرسه وسائل للتحفيز ديال هاد الفئة واللي هي يعني مسألة طبيعية ومشروعية إذا بغينا نرفعه من جودة الخدمات ومن المرضودية هاد التحفيز خاص يكون مرتبط بمرضودية وهاد التحفيز يعني فيه تحفيزات مادية وكانت تحفيزات أخرى المهنين ديال الصحة والأطباء يعني بصفة خاصة تتحت ذلك الموتيفاسون ذلك المعنوية تهي عندها الأهمية ديالها هاد المسألة تمت نقاش ديالها في إطار واحد للجنة تقنية اللي فيها ثلاثة ديال ممتلين ديال مكتب الوطني للنقابة المستقلة للأطباء وأطور ديال الوزارة خاصة من الموريد البشرية الملف عندكم في الوزارة في وزارة المالية فين هو الملف الملف حاليا يعني كان في الوزارة كيف ما قلت هذه اللجنة اشتغلت كين سيناريو هين أو ثلاثة السيد وزير الصحة يعني قام بمراسلة وزارة المالية وغادي يكون نقاش وغادي يكون تحكيم ونتمنى الله أنه يكون نتيجة أنت متفائل كما يفص أطباء القطع أنا بطبيعتي متفائل بالأسف